السلام عليكم مشاهدين الكرام على الرغم من أن الأسد يسمى مالك الغابة بسبب تفوقه على الحيوانات المفترسة الأخرى ألا أن مالك الغابة يمكن أحياناً أن يتعرض للتنمر أو القتل من قبل أنواع أخرى من الحيوانات واليوم سنتعرف على هذه الحيوانات الدببة الدببة أبطأ قليلاً من بعض الحيوانات ولكنها تعود عن ذلك بكمية كبيرة من الدهون الزائدة والفراء الذي تمتلكه دب الرمادي واحد يمكن أن يقاتل قطيعاً من الذئاب من أجل فريسة لأن الفراء والدهون تساعدان على حمايته من الفكوك القوية للذئاب وبما أن الدب القطبي أكبر بكثير ولديه القليل من المنافسين على الطعام فإنه على الأرجح لن يكون خائفاً من قتال الأسد الفيل الإفريقي هو أقوى مخلوق على الأرض الفيل كبير بما يكفي وقوي بما يكفي لمواجهة الأسد وحده في الواقع الأمر يتطلب مجموعة كبيرة من الأسود لإسقاط فيل واحد ومع ذلك هناك فرصة ضئيلة للنجاح في ذلك ومن المعروف أيضاً أن الأفيان تقوم بقذف جزوع الأشجار أو الأشجار نفسها على ما يعتقدون أنه يمثل تهديداً التمساح يمكن أن يقتل التمساح الأسد إذا اقترب الأسد من موطنه وهي المسطحات المائية أسنانه القوية يمكنها أن تقبض على الأسد بإحكام إذا استطاع التمساح عض الأسد سيفوز التمساح لدى التماسيح أقوى عض في مملكة الحيوان وتميل إلى جر فريستها إلى الماء وتدور بها حتى تغرق الزرافة لدى الزرافات ركلة قوية من شأنها أن تتلف العظام في جسم الأسود يمكنها أن تدر أو تقتل أسداً عن طريق تأرجح رقابها الطويلة مثل مدرب القالف وإصابته إصابة قوية في جسم الأسد مما قد يؤدي إلى إصابة العظام والأعضاء كما أن لديها أيضاً أرجل قوية وطويلة يمكنها أن تؤدي إلى ركلات مميتة فرس النهر يمكن لهذا الحيوان أن يدافع عن نفسه بسهولة من أسد أو حتى مجموعة من الأسود فرس النهر يمتلك أسناناً هائلة يمكنها صحق أسد بقدمة واحدة كما أنه عدواني إلى حد ما أفرس النهر قوية جداً وسريعة ويمكنها مهاجمة الأسود ترجمة نانسي قنقر